أعزائي طالبات وطالبات الصف السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد في درس من دروس التعلم عن بعد في مادة اللغة العربية ودرسنا اليوم في مهارة التعبير الكتابي بعنوان الرسالة الرسمية الجزء الثاني وإلى أهداف التعلم يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يوضح السمات والخصائص الأسلوبية واللغوية للرسالة الرسمية يولد أفكارا مناسبة ليضمنها في كتابته للرسالة الرسمية أخيرا يكتب رسالة رسمية مراعيا السمات الخاصة للرسائل الرسمية ودعونا ننطلق لتحقيق أهداف التعلم وقبل أن نبدأ في جزئنا الثاني لهذا الدرس نتذكر أهم ما جاء في الجزء الأول المقصود بالرسالة الرسمية هي تلك الرسالة التي يوجهها شخص ما إلى مؤسسة معينة سواء كانت حكومية أو خاصة ويوضح فيها الأسباب التي دعته لكتابة هذه الرسالة أيضا أعزائي الطلبات عرفنا على عناصر الرسالة الرسمية وهي كما موضحة في الرسالة التي أمامكم تاريخ الرسالة عنوان الرسالة المرسل إليه بصفته التحية عرض الموضوع أخيرا اسم المرسل وتوقيع والآن أعزائي الطلبة نتعرف أهم الخصائص اللغوية والأسلوبية لكتابة الرسائل الرسمية ولكن من خلال هذا النموذج والموجود في مصدر التعلم في الصفحة الواحدة والثلاثين أول هذه الخصائص أبنائي اللغة المباشرة والواضحة واستخدام العبارات الموجزة والمحددة نجد ذلك في نعلمكم أننا نعاني من مشكلة لذا نأمل منكم التكرم بتركيب ستائر لها كلام محدد وواضح أيضا من هذه الخصائص الموضوعية والابتعاد عن الكلمات التي تدل على العاطفة فلا نجد في الرسالة الرسمية مشاعر أو عاطفة أيضا من هذه الخصائص فسلسل الأفكار وترابطها مع توظيف أساليب إقناع مختلفة مثل نأمل منكم التكرم بتركيب ستائر لماذا؟ حيث إن أشعة الشمس المنعكسة على السبورة تجعل رؤية ما يكتب عليها صعبا كلام يقنع من يوجه إليه هذا الطلب إضافة إلى أن الستائر ستساعد في عمل المكيفات بصورة جيدة وهكذا نحاول أن نقنع من توجه إليه الرسالة أيضا من الخصائص اللغوية والإسلوبية للرسائل الرسمية اللباقة واستخدام العبارات الدالة على التقدير والاحترام من مثل السيد الفاضل مدير المدرسة كذلك في العبارة الختمية تقبلوا موفور التقدير والاحترام ومن هذه الخصائص أيضا توظيف علامات الترقيم لتنظيم الكتابة وجعلها أكثر وضوحا مثل النقطتان الرأسيتان بعد التحية وكذلك الفاصلة بين الجمل أيضا من أهم هذه العلامات الفاصلة المنقوطة والتي توضع بين جملتين إحداهما سبب للآخر إحداهما سبب للأخرى أو نتيجة لها أخيرا توضع النقطة في نهاية العرب وعند امتهاء الكلام أيضا من هذه الخصائص بل من أهم هذه الخصائص أن تكون الرسالة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية والآن يا أبطال نذهب إلى مصدر التعلم لنقرأ المطلوب منها تحديدا في هذا المشهر اكتب رسالة رسمية في أحد الموضوعات الآتية طلب موجه لمدير المدرسة لإقامة نشاط معين أو طلب موجه لإدارة المتحف الوطني لتنظيم زيارة الله وتوفير مرشد أو طلب موجه لأحد الأندية الرياضية لحجز قاعة المسرح أبنائي سنختار من هذه الموضوعات الثلاثة الموضوع الأول سنكتب حول طلب موجه لمدير المدرسة لإقامة نشاط معين في المدرسة وعلينا الآن التخطيط للكتابة بشكل جيد كما هو موضح في الصفحة الثانية والثلاثين في مصدر التعلم اتبع الخطوات الآتية لكتابة الرسالة بشكل صحيح أولا حدد الهدف من الرسالة أو المطلوب حدد الهدف من الرسالة وهو المطلوب وقلنا أن المطلوب طلب موجه لمدير المدرسة لإقامة نشاط معين نفكر في هذا النشاط ثانيا حدد الأفكار التي ستضمنها رسالتك مثلا ما النشاط الذي تريد إقامته ما أسباب إقامة هذا النشاط وما الفوائد التي تعود من هذا النشاط على الطلاب وعلى المدرسة بعد ذلك نتأكد من وجود جميع العناصر الرئيسة في الرسالة وبعد ذلك عليك أن تستخدم عند الكتابة لغة موجزة وواضحة في عرض الموضوع والآن جاء دور توظيف ما قمنا بتجهيزه وإعداده في نهاية الجزء الأول لنستخدمه في كتابة هذه الرسالة الرسمية فعلينا أولا أبنائي أن نسمي النشاط المطلوب إقامته ونجعله عنوانا للرسالة وأما الشخص الموجهة إليه هذه الرسالة فهو مدير المدرسة كما جاء في السؤال طلب موجه إلى مدير المدرسة فإلى التطبيق العملي أيها الأبطال ولنكتب معا رسالة موجهة إلى مدير المدرسة فهل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ودعونا أبداء نتذكر أولا ترتيب وأماكن العناصر الأساسية في بناء الرسالة الرسمية وهي بالترتيب كالآتي هذه أماكنها أولا التاريخ ويكون تلقائيا في حالة البريد الإلكتروني ويكون في أقصى اليسار في الأعلى ثانيا عنوان الرسالة ويكون مختصرا ومعبرا على الموضوع كذلك المرسل إليه وصفته وهنا في هذه الرسالة تحديدا هو مدير المدرسة أيضا التحية بأن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو نقول تحية طيبة وبعد بعد ذلك نشرع في كتابة العرض ونبدأ العرض بجملة افتتاحية نشكر فيها جهود من نتقدم إليه بالطلب في خدمة الطلاب وهو المدير نحدد النشاط المطلوب نذكر الأسباب المقنعة لإقامة هذا النشاط والفوائد التي تعود على الطلاب والمدرسة من هذا النشاط أخيرا في نهاية العرض نختم بجملة ختامية مثل ولكم جزيل الشكر والتقديم وفي النهاية وفي أسفل الرسالة في اليسار الاسم والتوقيع اسم المرسل وتوقيع هيا أعزاء الطلب قوموا بإيقاف هذا الفيديو واكتبوا رسالة رسمية تنفيذ فاتركم وفق هذا النمط المعروض أمامكم بطريقة متسلسلة ومرتلة تفضلوا وأتوقع منكم أعزاء الطلب والطالبات بعد كتابتكم للرسالة أن تكون مقاربة لشكل هذه الرسالة بعناصرها الرئيسة المكتملة ولغتها الواضحة والمباشرة وكذلك بتوظيف صحيح لعلامات الترقيم مع خلو الرسالة من أي أخطاء إملائية أو نحوية وهكذا أبنائي وبناتي أضمن لكم بإذن الله العلامة الكاملة في كتابة الرسالة الرسمية إن نحن كتبنا على هذا النحو أخيرا أعزاء الطلاب وكما تعودنا في نهاية كل درس نذكر ما تعلمنا تعلمنا توضيح السمات والخصائص الأسلوبية واللغوية للرسالة الرسمية كذلك قمنا بتوليد الأفكار التي سنتناولها في الرسالة الرسمية أيضا قمنا برسم مخطط معرفي لعناصر الرسالة الرسمية وكتابة جمل بسيطة مكان كل عنصر أخيرا كتبنا رسالة رسمية موجهة إلى مدير المدرسة لإقامة نشاط معين وإلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس بجزئيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا بارك الله فيكم وألقاكم في درس آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر